يسابق جمهور الزمن لتمتع بفعليات معرض القاهرة الدولي لكتاب وهو من عكس على نسبة الإقبال مما يؤكد أن المعرض بوابة المصريين لعالم الفكر والثقافة وشهد المعرض تحقيق مبيعات كبيرة من دور النشر المشاركة والتي تنوعت بتقديم مختلف الكتب في العديد من المجالات مع بدء العد التنازلي لانتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين يسابق زواره الزمن للتمتع بفعليات المعرض الفنية والثقافية وهو من عكس على نسبة الإقبال التي تجاوزت المليوني ونصف المليون زائر مما يؤكد أن المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع هو معرض الكتاب السنية جميل جداً وفيه عروض جميلة جداً وموسيقية وفيه اهتمام من الدولة به وفيه حاجات كتير ضر رهيئة الكتاب عاملة تخفضات جميلة جداً ومنتشرة في كل الصلاة فعليات جميلة جداً وراقية جداً وبتنمي فعلاً الفكرة عند الشباب فيه حاجات كتير كويسة وفيه كتب كتير عن الأطفال حلوة فالواحد بيجرب كل حاجة جديدة هو بصراحة حلو قوي مكان حلو قوي الواسع الكتب كلها منظمة ومعاملة حلوة المعرض الكتاب كان حلو قوي وكمان ألفت كل القاعات وكانت جميلة أنا بحب المعرض لأن احنا بنيجي هنا كل سنة وبنحبه وبنحب كل القصص اللي هنا وبنقرأ ونبقى مبسوطين جداً أنا بحب المعرض وجيت هنا عشان أنشل عشان يعني حب المعرض وكده وعشان المرض أشتركت وعشان أنا بحب الكصص اللي فيه كل حاجة الإقبال الشديد على المعرض منذ يومه الأول نتج عنه تحقيق مبيعات كبيرة من دور النشر المشاركة التي تنوعت بتقديم مختلف الكتب في العديد من المجالات فضلاً عن المشاركة العربية المتميزة التي تؤكد أن مصر منارة الثقافة التي تحتضن ثقافات وشعوب العالم باعتبار أن المعرض دوابة العالم للثقافة والمعرفة دورة دي فيها تميز بالجمهور العريضة الذي حضر حتى أصل لحضرتك حجم الجمهور في المعرض حتى الآن حتى قبل أمس كنا نتحدث عن ما يقارب مليون ونصف أو أكثر فكرة الأقبال هي متنوعة والفكرة كمان أنها معددش قاسرة على المتخصصين بس لا فيه شباب وفيه كمان ممكن نقول أطفال والاهتمامات كمان اتغيرت سعداء بتوجدنا في مهرجان كبير للثقافة العربية معرض القاهرة الدولي الكتاب التنظيم الجيد والتطور اللي حصل في المعرض تطور يشهد بالجميع هو الحقيقة حدث ثقافي بارز لسا فقط في مصر وإنما في العالم العربي فمعرض القاهرة ونحن أنا أيضا بشكل شخصي أتابعه منذ سنوات طويلة المعرض يزداد بهاء كل عام ويشرق كما كل عام في هذا التوقيت ويعد هو ملتقى كبير للمثقفين والأدباء والشعراء والنشرين العرب هكذا لا يتوقف المعرض عن استقبال جمهوره من مختلف الفئات والمحافظات حيث استقبل المعرض حتى اليوم أكثر من ثلاثمائة رحلة بأكثر من عشرين الف زائر للتعرف على الأنشطة الثقافية التي يقدمها المعرض التي تستمر فعلياته حتى السادس من فبراير الجاري محمود جميل التلفزيون المصرية